أخبر لك الكون من قبل أن ترى يعني مثال الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا طيب يا ترى يعني ما معنى هذا الكلام هذا الكلام حقيقة إذا لم ننظر إليه بأعيننا صعب نتخيل هذه الآية يأتي مشكك يقول لك هذه الآية غير صحيحة كيف ترد عليه طيب نحن مكلفون أن نفهم القرآن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن أنت مطلوب منك أن تتدبر هذا القرآن أيها الإنسان بغض النظر عن ملحد أو مؤمن أو غير من أي مذهب أو عقيدة أو طائفة أو دين مطلوب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طيب أنا الآن أريد أن أرى هذا البرزخ بعض البشككين ينكرون وجود برزخ ماء أسطن يقول لك القرآن هو خزعبلات وأساطير أنا لدي هنا فيديو أحبتي في الله يصور هذا البرزخ بطريقة رائعة جدا يعني يمكن أن نرى هذا البرزخ طبعا هنا أحبتي في الله هذا برزخ موجود في ألاسكا على ما أعتقد هذا في ألاسكا في الخليج هناك خليج ألاسكا وصور مؤخرا قبل سنوات قليلة أنظروا هو الآن فوق بحر مالح درجة ملوحة هنا عالية وكثافة الماء طبعا ستكون أعلى بسبب درجة الملوحة العالية ولكن هناك في الجهة المقابلة الماء شبه عذب أو درجة الملوحة أقل بكثير طب أنا الآن عندما أريد أن أقنع بعض المشككين أو أعلم ابني أو أعلم الآخرين فن الإعجاز العلمي ينبغي أن آتي بمثل هذه المشاهد أبحث عنها على شبكة الإنترنت أو في أي مكان آخر ثم أظهر للناس عظمة هذا الكلام العظيم من خلال هذه المقاطع مقاطع الفيديو والصور والحقائق العلمية أنظروا هنا أيها الأحبة الآن هو يعبر فوق البرزخ أنظروا الآن أنا لدي هنا هنا البحر المالح هذا مالح شديد الملوحة ملح أجاج لماذا قال أجاج؟ من أججة يعني بالغة بالغة في الشيء هو مالح جدا جدا لماذا أجاج؟ لأن درجة الملوحة عالية يعني تصوروا أن كل متر مكعب فيه 33 كيلوغرام ملح صافي تصور متر مكعب من ماء البحر فيه 33 كيلوغرام من الملح تصور يعني لو بخرته يبقى لديك 33 كيلوغرام الآن هنا هذه السفينة تعبر فوق هذا البرزخ انظروا أيها الأحبة على اليمين هنا الماء المالح وعلى اليسار ماء قليل الملوحة طبعا هذا الماء نتج بسبب ذوبان الجبال الجليدية هنا هنا هذه الجبال الجليدية هنا في الجهة المقابلة تذوب خلال فصل الربيع وبدايات فصل الصيف وتشكل هذا البحر الذي يعتبر شبه عذب أو قليل ملوحة مقارنة بالبحر اللون الغامق الأزرق الغامق وهو قليل الملوحة إذن لدينا أصبح لدينا بحر عذب وبحر مالح طيب لماذا قال بحرين؟ لأننا بالفعل داخل البحر يعني أنا لدي هنا بحر وهنا لدي بحر فإذن وهو الذي مرج البحرين طبعا هذه الآية أيضا تتحدث عن مصب الأنهار في البحار والمحيطات لأن النهر عذب عندما يصب في البحر المالح يشكل أيضا هذا المنظر على فكرة يتشكل لدينا هذا المشهد الرائع أحبتي في الله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا طيب أنا هنا مثلا لدي دقة في هذه الآية أود أن أتعمق قليلا معكم أود أن أتعمق معكم أحبتي في الله من خلال هذا البحث من هنا طبعا سدعوني أفتح البحث العلمي عن أسرار البرزخ المائي طبعا أتأمل ماذا كشف العلماء طبعا نحن تحدثنا الآن بشكل مبسط بشكل سطحي ولكن هناك أفكار عميقة يعني أفكار عميقة جدا أيها الأحبة كلما تعمقت هذه ميزة في القرآن كلما تعمقت أكثر كلما اكتشفت أسرار أكثر هنا الله تعالى يقول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا دعوني أتأمل معكم ماذا كشف العلماء الفيروس أبادي في معجم قاموس المحيط يقول الحجر المنع الحجر المنع ومنه جاء الحجر الصحي طبعا لا نريد أن نخوض كثيرا في التفاسير ولكن معنى حجرا محجورا أي سدا منيعا مثل جدار جدار منيع يمنع اختلاط الماء العذب بالماء المالح في القاموس المحيط كلمة مرجة تعني خلطة لذلك قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريج الأمر المريج أي المضطرب أمر مريج أي مضطرب مختلط أيضا معنى الاضطراب الاختلاط والاضطراب معنى المرج فالمريج هو المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى إنكم لفي قول مختلف الآن أيها الأحبة نجد أنه طبعا هنا البحث طويل هنا أود أن أعرض أمامكم هذه الصورة هذه الصورة طبعا لمجرى نهر عذب وهنا منطقة البرزخ تتشكل وهنا البحر المالح هنا منطقة اسمها البرزخ حتى تأخذ لون فاتح أفتح من اللون الغامق للبحر المالح وهذه الصورة بالقمر الصناعي لوكالة ناسة طبعا ملتقط بالقمر الصناعي لمصب ريو دي لابلاتا في الأرجنتين وتظهر منطقة البرزخ واضحة وميزة بخصائصها وألوانها طبعا هذا الكلام حسب المرجع رقم ثمانية يعني نحن دائما ينبغي أيها الأحبة عندما نريد أن نتحدث أن يكون لدينا مرجع علمي هنا المرجع رقم ثمانية لوكالة ناسة طبعا هذا المرجع موجود فيه هذه الصورة أحبتي في الله هذا المرجع موجود فيه هذه الصورة إذن أيها الأحبة الآن أصبح لدينا حقيقة يعني برزخ ماء نراه بالأقمار الاصطناعية ولكن هنا أود أن أتوقف أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لديه قمر صناعي ليميز حدود هذا البرزخ ويصف لنا الماء العذب والماء المالح ويقول لنا يعني وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا غريب جدا هنا أيها الأحبة الكائنات التي تعيش في منطقة الماء العذب تختلف عن الماء المالح وكذلك الكثافة هناك اختلافات كاملة أيها الأحبة من عظمة البيان القرآني أنه يعطينا التعبير لعلم الدقيق والمختصر في أقل عددنا الكلمات مرجة كلمة واحدة انظروا المرج هو الخلط الخلط بالفعل العلماء وجدوا أن هناك اختلاط للماء العذب مع الماء المالح على الرغم من ذلك لا يطغى هذا على ذاك سبحان الله هنا رسم العلماء رسموا هذه الصورة هذه الصورة طبعا أتوقع أنها واضحة أمامنا هذه الصورة أيها الأحبة تظهر لنا نهر طبعا هذه مرسومة رسم يعني ليست حقيقية إنما هي صورة للدراسة نهر ارتفاعه 12 متر على اليمين ماء عذب عندما يصب في الماء المالح هنا هنا قاع المحيط 200 متر تقريبا عمقه وهنا الماء المالح وهنا الماء العذب باللون الأخضر والماء المالح بالأزرق عندما يدخل هذا الماء العذب داخل الماء المالح ويتدفق تتشكل طبقة من الماء العذب تطفو على الماء المالح ويتشكل بينهما برزخ تسمى جبهة مالحة أو حاجز برزخ منيع على الرغم أن ماء البحر كثيف جدا ويعني ماء البحر يعني حجمه أكبر بكثير ماء النهر إنه لا يطغ ولكن رغم ذلك لا يطغى سبحان الله يعني ظاهرة عجيبة طبعا هنا هذا الشكل لنهر فريزر الذي ينبع من كولومبيا ويصب في مياه المحيط المالحة ونرى كيف تتشكل جبهة المالحة وتعتبر بمثابة حاجز محكم تمر من خلاله المياه العذبة إلى المياه المالحة مرجة خلطة يختلطان ولكن لا يبغي أحده مع الآخر ظاهرة عجيبة جدا من معاني المرجة الاضطراب أيضا طيب هنا العلماء عندما درسوا هنا أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم هذا البحث الذي قام به علماء من أمريكا قاموا بإنزال أجهزة هنا ينزلون أجهزة قياس أجهزة لقياس الضغط والحرارة والملوحة وغير ذلك معروفة في علم المياه قاموا بإنزال هذه الأجهزة لماذا؟ لمعرفة سر هذه المنطقة منطقة البرزخ هنا قاموا بأخذ عينات من ماء ورواسب من منطقة البرزخ بين النهر والبحر تسمى منطقة المصب وجدوا أن هناك مسجا مستمرا للماء المالح بالماء العذب إذن هذا أحد معاني كلمة مرجة كما وجدوا اختلافات كبيرة في الملوحة والحرارة والكثافة بين المنطقتين سبحان الله إذن من معاني كلمة مرجة اختلفة بل فهم في أمر مريج أي مختلف ووجدوا أن الجريان تحت سطح الماء مضطرب هناك تصنيف لجريان المياه أيها الأحبة حسب هندسة ميكانيك السوائل جريان صفائح جريان مضطرب جريان كذا فهذا الجريان عنيف ومضطرب ومن معاني كلمة مرجة اضطربة فهم في أمر مريج أي مضطرب متناقض مختلف سبحان الله إذن المعنى الثالث الاختلاف أيضا ومن معاني مرجة الاختلاف وبالفعل لدينا اختلافات قاسها العلماء في درجة الحرارة والملوحة تبعا للليل والنهار كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة هذا منحن الاختلافات في درجة الحرارة والملوحة درجة الحرارة بالأحمر ودرجة ملوحة بالأزرق نرى كيف تختلف كثيرا هذه النتوءات بين الليل والنهار ومن وقت لآخر إذن هذا المنحن البياني يمثل الاختلاف في درجات الحرارة والملوحة وذلك في أحد المناطق حيث يختلط الماء العذب بالماء المالح طبعا هنا أيها الأحبة البرزخ المائي حساس جدا الكائنات التي تعيش في هذا البرزخ المائي أو في منطقة المصر حساسة جدا أيضا بيئة مميزة ومهمة بالنسبة لنا مهمة بالنسبة للبيئة أيضا طبعا هنا أيها الأحبة نتأمل الآن وجه الإعجاز أنت عندما تريد أن تكتب بحث في الإعجاز العلمي ينبغي أن تستوفي شروط البحث من المعاني حسب اللغة العربية حسب مفسرين حسب الحقائق العلمية ثم تظهر وجه الإعجاز في هذا البحث يعني مثلا في قوله مرج البحرين حديث عن العمليات الفيزيائية التي تحصل فعلا في منطقة التقاء البحر والنهر نلاحظ أن الله تعالى قال مرج البحرين ولم يقل مرج النهر والبحر لماذا؟ لأن عملية المزج تتم مع الأنهار ومع المياه العذبة المختزنة في الأرض أيضا هناك أيضا مياه تتدفق من باطن البحر هناك الجبال الجليدية تذوب لذلك أطلق القرآن كلمة بحر ليشمل كل الاحتمالات سواء كان نهر أو كان جبل جليد يذوب داخل البحر أو كان ينابيع تتدفق من أعماق المحيطات بالمياه العذبة كل هذه تناسبها كلمة مرج البحرين كلمة مرج هي الكلمة الدقيقة للتعبير عن طبيعة ما يجري في منطقة اختلاط الماء أيها الأحبة كلمة مرج دقيقة جدا على فكرة طبعا هنا لدينا بحث طويل طبعا هنا ينابيع عذبة تحت قاجة الحرارة هنا باللون الأحمر ماء البحر المالح اللون الأزرق هو مياه عذبة تتدفق هنا في قاع المحيط انظروا كيف حتى هذه الظاهرة موجودة في قاع المحيطات سبحان الله ويتشكل برزخ انظروا هنا برزخ هذه الحواف هي برزخ يحيط بهذا البحر العذب موجود في أعماق البحر المالح ظاهرة تستدغي التأمل والتدبر والتفكر هذه الصورة بالأشعة تحت الحمراء تظهر تدفق المياه العذبة في أحد الخلجان مأخوذة عام 2002 الدوائر السوداء التي تحيط بالمناطق الصفراء اللامعة هي المناطق التي تتدفق منها المياه العذبة في القاع الرملي وتختلط مع مياه الخليج الدافئة هذه المناطق الصفراء هنا مناطق التدفق لأن الماء بارد سبحان الله يكون ماء بارد طبعا هنا أيها الأحبة كما نرى يعني بحث طويل جدا يؤكد أن الله تبارك وتعالى أنبأنا عن هذه الحقيقة العلمية بشكل دقيق جدا بشكل دقيق جدا أحبتي في الله وهذه طبعا مراجع ضروري كل واحد يريد أن يؤلف بحث أو يكتب بحثا في الإعجاز العلمي أن يكون لديه مراجع لا تتحدث أحبتي في الله إلا بلغة الحقائق العلمية لأننا يعني كلما تحدث أحد بالإعجاز العلمي يجب أن يتوقع أن هناك مشككون هناك بلحدون هناك من ينكر حتى من المسلمين ينكر عليه فلا تتحدث بشيء إلا إذا رأيت المرجع العلمي وتأكدت من المصدر وتأكدت أن هذا الكلام دقيق وصحير شكرا للمشاهدة